هل يعني هذا الأمر تراجع الاقتصاد التركي بشكل كبير وتدهوره في الأولى الأخيرة؟ شوف أنا أحل لحضرتك هذه المسألة وهي مسألة بسيطة اقتصاديا الليرة هذا هو سعرها أصلا من فترة شهر تقريبا يعني هناك سعر يعني كان بدأ يظهر سوقا موازين للليرة التركية وأصبح هناك سعر رسمي وسعر يعني موازي في السوق يعني في الصرافات أعلى لكن يكون الحصول على الدولار عادي بشكل رسمي أنا لا أقول أن الدولار ليس موجود الدولار موجود ولكن أصبح له سعرين الحكومة التركية يعني والبنك المركزي التركي يعني دي دولة ورئيسها داخل انتخابات ويتم محربة الليرة والصحرة شغالين في قلوات المعارضة سوف تنهار الليرة سوف تنهار الليرة فاضطر البنك المركزي التركي لإنفاق المليارات لضبط سعر الليرة التركية ويعني لجمها عن الانخفاض أمام الدولار يعني كانت هناك خلال فترة الانتخابات شيء من الإدارة الموجهة للليرة التركية فاز الرئيس أردوغان وانتهى الأمر فكوا هذا اللجام لأن هذه خسارة من الاحتياطي الاستراتيجي للدولار ففكوا المسألة وسابوا الليرة تتعامل فراحت للسعر اللي هي المفروض كانت تقف عنه لكن لو كانت وصلت 21 وربعة أثناء الانتخابات كانوا استخدموا هذه المسألة ضد الرئيس استخداما بالغ السوق وإحنا بنتكلم في 2% فرق في الانتخابات والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى وفق الإدارة النقدية والإدارة المالية لضبط الأمر أثناء الانتخابات قدر الإمكان لأنه هو بيضبط من هنا ومن الناحية التانية ناس بتحارب الليرة وبتحاول تضارب عليها لتخفضها من الناحية الأخرى فانت بتحارب هذه الحرب ليست على الشاشات يعني لا يرى أحد عسكر يتحاربون ولكن هناك مؤسسات مالية ودول كانت تحارب الليرة التركية ليس هذا ظاهرا للشعب والشعب سيذهب ويعطي صوته ولم يرى هذه الحرب التي تتم على الليرة التركية التي في يده فكان لابد من مواجهة هذه الحرب بشكل أو بآخر وأنا أظن أن هذا تم بذكاء كبير فالسعر الحالي ليس انهيارا للليرة ولكن هذا ضبط للأمور وأنا أتصور موسيقى 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 موسيقى